الله يسعدك طيب عمر سؤال أخير طيب عمر تفضل أنا أحب التجارة للأمانة وحب المغامرة لا شك طيب هذا سؤال ممكن أن أستفيده بحكم كلامك وتفيد المتابعين هل التجارة إذا أحد قال أنا أفتح المشروع بيضمن ربحه مية في المية هل هذا صحيح أني أنا بضمن ربحي مية في المية لا غير صحيح يعني أنا بقدم على مثل مشروع معين أول شيء أخذ مشروع اللي قبلي بهالمجال جميل الشيء الثاني وهذا الشيء الأساسي دراس الجدوية يعني بعد دراس الجدو أستاذ مفلح ولا أهنون السامعين ولا تصور الوضع كيف؟ لازم يكون عندك مبلغ على جنب لأن مشاريع كثيرة نفس أصحاب أم الله يقولون أن أول كم شهر يكون فيها لين الاسم مثلا أو لين المنتج يصل للمستهلك فلازم يكون عندك رواتب الموظفين لازم يكون عندك مبلغ توفره على جنب هذا هو سبب رئيسي فكثير يجهلون يقولون أن أبدأ بالشيء الفلاني ليش؟ لأن عموم الشباب مثلا أقدموا عليه وعموم جاتهم مرباح أنا أضعنا على سبيل المثال المئة ألف أضع كلها في هذا المشروع أول شهر ثلاث شهر ثلاث شهر كانوا بخسارة كيف طيب أن أقدر أو فاترة الكهرب كيف أجيب الإجار أو رواتب الموظفين هذا أحد الأسباب الرئيسية وفعلا للأسف هذا الذي يقعون فيه بعض الناس هل المنشآت الصغيرة والله أنا أعرف ناس كده يدرعم على وحط المبلغ الذي لديه كهرب يا الله يا الله جبت لي مبلغ على عماه على عماه يقول حطيته في المحل لا يوفر لا رواتب العمال مثل ما تفضل عمر تفضلته ولا الكهرب ولا الإيجار يتورط ينجبر أنه يجيب مبلغ ثاني بحيث يوفر طبعا هذا يسبب مفلح بعد الموقع الموقع طبعا شيء رئيسي لكن هذه من ضمن الأساسيات يجب أن يكون لديك مبلغ غير المشروع يجب أن يكون لديك مبلغ احتياطي جميل هل تشوف أن الدعاية والإعلام دعاية للمنتج هل تشوف له تأثير قوي له تأثير جدا قوي قوي جدا جدا قوي طبعا عائدة على نفس اللي هو النشطة الاجتماعية والنشطة الاجتماعية أي موقع موقع تواصل الاجتماعي قدما كانت مصداقيتك عالية ورقابة الله بداخلك عالية قدما الناس توثق فيك ما شاء الله أبدا إذا بغيت دعاية وإعلام يطول لي بعمرك يطول لي بعمرك يشرفك الله يطول عمرك الله يسعدك مرحبا والله مساء